هذا القانون الذي ينظر إليه وإلى الاختبار الذي ستفرضه الحكومة على الهنود على الشعب الهندي والموطن الهندي هو يعني مليار وثلاثمائة مليون شخص يعني هذا الرقم الهائل الذي ينظر إليه هو مستحيل نجاح مثل هذه القوانين أنت ما رأيك؟ بالفعل ولكن مثل هذه الحكومات المتطرفة تسعى بالسمرار لإستجاب تعاطف الشريحة المتطرفة والتي تنهج نفس النمط وأن تقوم بالتنكيل بطائفة دون الآخرين فإذا ما نجحت في هذا المسعى تنتقل إلى الطائفة الأخرى وتعمل هذه السياسة وهذا الإجراء لا شك أن الهند بلد كبير من حيث التاريخ ومن حيث السكان وكان له أيضا في مراحل سابقة مراحل أفضل وأحسن من هذه الحبة التوداء التي يسيطر فيها هذا الحزب العنصري والذي يستهدف المسلمين في الصميم تحديدا فلذلك نحن ندعو المجتمع المسلم في الهند بأن يصعد هذه القضية إلى المؤسسات والجهات الدولية المعنية وأيضا أن يتشابك وأن يتضافر مع كل الطواف الدينية الأخرى في داخل المجتمع الهندي وأن يجعل قاسما مشتركا للعيش الكريم للكل الذي يشمل المسلم وغير المسلم تحت دستور حاكم يستطيع أن يبعد من داخله كل هذه الإجراءات العنصرية وكل هذه الممارسات التي لا تستطمع معايير وكرامة الإنسان